جهود أوروبية متواصلة لرأب الصدع بين كوسوفو وصربيا وجعل منطقة البلقان أكثر هدؤاً وعلى الرغم من أن المحادثات التي جارت بين الطرفين في مقدونيا الشمالية لم تسفر عن اتفاق نهائي لكنها توصلت إلى تفاهمات مبدئية وأجريت المحادثات برعاية مسؤول السياسة الكاريجية الأوروبية جوزيب بوريلا الذي حرص على تطبيق المقترح الأوروبي لافتاً إلى أنهم اتفقا على تنفيذ ملحق اتفاقية تطبيع العلاقات الذي سيكون جزءاً من مصارهما نحو الانضمام للاتحاد الأوروبي اتفقت كوسوفو والصيربيا على تنفيذ ملحق للاتفاق الخاص بتطبيع علاقاتهما يتضمن الملحق التزاماً كاملاً باحترام بنود الاتفاق وتنفيذ جميع الالتزامات على وجه السرعة وبنية حسنة وفقت كوسوفو على البدء فوراً في وضع ترتيبات وضمانات محددة للوصول لمستوى مناسب من الإدارة الذاتية في المناطق ذات الغالبية الصربية وتنص الوطيقة الأوروبية المؤلفة من 11 مادة على أن الطرفين يعترفان بشكل متبادل بوطائقهما ورموزهما الوطنية الخاصة بكل منهما وأنهما لن يستخدم العنف لحل الخلافات بينهما كذلك تنص الوطيقة على أن سربيا لن تعارض انضمام كوسوفو إلى المنظمات الدولية كما تقترح منحى مستوى مناسب من الحكم الذاتي للأقلية الصربية في كوسوفو وفي حاله تنفيذ هذا المقترح فإنه سيشكل اختراقا مهما في ظل الرفض الحازم الذي تتمسق به سربيا الاعتراف بإعلان كوسوفو الاستقلال من جانب واحد منذ عام 2008 باتماريا